السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنتخب المصري يعني ينجو بعجوبة من فخ مزنبيق مباراة انقلبت رأسا على عقب بعد الهدف في الدية التانية المصطفى محمد وقلنا خلاص النهاردة المنتخب المصري بقى هيرجعنا المنتخب 2006 و2008 لكن المنتخب محبش يكمل الفرحة وحلف ما هيسعد الشعب المصري وهب المنتخب المصري تراجع تراجع ولولا الفار ولولا ركلة الجزاء المستحقة عشان نكون وقعيين ضربة الجزاء مستحقة لمصطفى محمد ولكن النهاردة مزنبيق شابو المنتخب المزنبيقي والمدرب كندي للمنتخب المزنبيقي عام المباراة ولا اروع ولا اجمل كان يستحق الفوز تعادل مصر ومزنبيق وتعادل بطعم الخسارة بالنسبة لي انا وبالنسبة لكل الجمهور المتابع للمنتخب المصري وده رسالة لكل المنتخبات شوفنا النهاردة نيجيريا وهي بتتعادل معالية الاستوائية واحد واحد وشوفنا النهاردة منتخب مصري بيتعادل امام المزنبيقي اتنين اتنين فالناس اللي كانت بقى عمالة تقول التحليلات والتوقعات اللولبية كل الكلام دركنوا على جنب دلوقتي لاننا قدام بطولة شكلها كده هتبقى بطولة فيها فضايح من عائر السقيل للمنتخبات الكبيرة بصراحة عشان نكونوا واقعيين النهاردة فيتوريا اثبت انه هو مش المدرب اللي ممكن يكسبك كاس أمم أفريقية ناس هتقول لي انت بتستبق الاحداث ناس بتقول لي من تخسرته قدام نيجيريا وفوق وصدنا الماتش النهائي ولكن النهاردة فيتوريا بالعك اللي عمله في التشكيل اللي نزل به والعك اللي استمر به بخلال المباراة كندي المدرب بتاع المنتخب الموزنبيقي وهو راجل يعني شكله غلبان كده وطيب قدر النهاردة يعمل تغيير 2 اثنين في بداية الشوت الثاني اقلب الموزنبيقي من واحد صفر اثنين واحد ولولا يعني خبرة المنتخب الموزنبيقي لولا خبرته القليلة وكان عنده لعبة يعني تقدر كان المنتخب النهاردة الموزنبيقي يفرق بكتير جدا على المنتخب المصري هنبتديها يا جماعة نقول احنا مش بنندفع في الكلام ولكن الكلام ده اللي شوفناه النهاردة في المباراة مباراة سيئة 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 تعادل لا يستحق المنتخب المصري تعادل كان أنا بقول أنا كنت بقول أن المنتخب المصري هزيمته النهاردة خاصة في الشوط التاني كانت مستحقة والمنتخب المزنبيقي كان يستحق على أقل تقدير أنه يخلط ثلاث نقاط النهاردة لأنه لعب أفضل من المنتخب المصري نجي نتكلم بقى في فنيات المباراة يعني بصراحة أنا مش فاهم مين اللي حط التشكيل يعني هل النهاردة لما نكون عندنا لعيبة يعني هل في مشكلة مع العبت النادي الأهلي أنا نفسي أفهم دي يعني أنت النهاردة بديل بزيزه طيب تمام هو فين مروان عطية مروان عطية بيعمل يعني النهاردة أنت نص الملعب يعني حتى بعد ما جيبنا الجون وخلال الشوط الأولاني أنت نص الملعب متاكل منك محمد إنني مش قادر يدي هل أنت بتلعب محمد إنني عشان اسمه فين مروان عطية فين كهرباء يعني النهاردة المباراة دي محتاجة كهرباء بصراحة النهاردة مصطفى محمد أحسن لعيف في المنتخب المصري بأمانة يعني مصطفى محمد هو أحسن لعيف في المصطفى وبعديه على طول الشنوى في الكرة اللي كان هيجيبها يعني اللي كانت اللي كانت على عرضة دي فكانت هتبقى مشكلة يعني دي كانت هتبقى مشكلة النهاردة أنا بقول المنتخب المصري يعني دايما دايما متخصص إنه ما يفرحش الشعب المصري زي ما يحرق دمه مباراة سهلة مباراة في المتناول إنت لسه عندك يعني جمين اتنين اي نعم ما طلع لاش من البطولة وربما تكون المباراة دي دش سخن يفوق اللعيبة لأنك انت بتلعب في أفريقيا كل قولنا والله الفيديو اللي فات قلت قلت يا جماعة خلي بالكم كل الفرق داخل عايزة تلعب عايزة تلعب كل لعيب في أفريقيا النهاردة عايز يعرض نفسه على السمصر عشان يروح أوروبا عشان يحترف فيه فقندية فكل لعيب بيجيب أخر اللي عنده النهاردة المنتخب بيلعب أكلنك واحد يعني احنا مش داخلين تأسيما النهاردة انتو خدتوا كل الدعم وعملنا لكم كل حاجة عايزيني أكتر من كده فبداية سيئة لأبعد الحدود وربما ربما دعوات المصريين هي كانت السبب في النهاردة نطلع اتنين اتنين قدام منتخب موزنبيك لكن منتخب موزنبيك النهاردة شابو بقول منتخب موزنبيك عرف ازاي يلعب المنتخب المصري مدرب برا الخطوط قدر يقرأ مش عيب ان اغير لو انا تشكيلتي غلط مش عيب ان اغير بعد الدقيقة الخمسة ولا الدقيقة الرابعة ولا الدقيقة العشرة محدش هيقولك حراب لكن انت تستاني دقيقة 65 عشان تبتيج تغييراتك بعد ما دخل في الجنين وانت شايف الأداء سيء قدامك النهاردة محمد هاني ضايع محمد هاني النهاردة مش قادر يشير رجله النهاردة انني اتايف وسط الملعب زيزو انا ما شفتوش اصلا يعني زيزو مجاش هو كان الوحيد اللي بيلعب عالكورة مصطفى محمد النهاردة بقى علشان نقول كلمة حق احنا كلنا وقفنا وراك ابو صلاح بصراحة ان انت النهاردة يا ابو صلاح يعني انت عبقى على المنتخب يعني حتى ضربة الجزاء لما جات لك دخلت بالعافية وقعت قلبنا انت النهاردة عبقى بقيت عبقى على المنتخب هل انت خايف على رجلك يا عم اعتزل اعتزل دولي انا مش بحابب ان انا جرح في محمد صلاح او ان انا اجيب محمد صلاح وحطه النهاردة محمد صلاح لعب كبير ولعب دولي ونجمينة وكل حاجة لكن النهاردة انت لما تيجي تلبس شرط المنتخب لو انت مش هتدي المنتخب اركن على جنب محمد صلاح النهاردة في ناس كتير هتقول لي طب هو مش بيلعب في مكانه حلو ما بيلعبش في مكانه بس فين القائد انا مشوفتش قائد في الملعب وحتى لو انت مش بتلعب في مكانك ما انت عم يورغن كلوب بيلعبك سانا لعب في ليفر بول هتقول لي ليفر بول غير المنتخب لأ بس انت مفروض النهاردة بتلعب بتشيرت المنتخب انت لو تلعب بطاقة في يعني البطارية واحدة مع ليفر بول تلعب بطاريتين مع المنتخب المصري هال اللعب النهاردة الوحيد اللي كان بيلعب بقلب وحاس انه بيلعب بقلب اللي كنت بتقوله قبل البطولة واستعدادات واحنا هنلعب واحنا هنعمل. يعني النهاردة مروان عطية مش فاهم. يعني ماتش ده بتاع كهربا. الماتش ده بتاع كهربا. لعبة بتكسر ولعبة بتعمل. هو ده الماتش بتاع كهربا. تريزيجي كان ضايع. تريزيجي ما كانش موجوده النهاردة. اللي حصل ما انتشفاه. ما تقولي التقص والجمهور والجو ومش عارف ايه والكلام. لا 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 لا. نعارفين. قبل ما نروح البطولة عارفين هنلعب في جو شكله ايه. والمفروض ان انا بدفع فلوس لمعدين بدنيين وعندي مدربين احمال وعندي مدربين يقا بدنية ودول جايين من فرق كبير يا جماعة. يعني جايين لعيبة عارفة هي هتعمل ايه. فبصراحة النهاردة اني انا بقول اني ملوش مكان في المنتخب. اعتقد النهاردة ان يعني اا يعني عمر كمال لما نزل قلب الدنيا خالص من ناحية اليمين. الجنب ده كان ضايع خالص مع محمد هاني. مش عايزين نتكلم يا جماعة كلام يبان في نوع يعني انفعال بعد مباراة سيئة زي كده. ولكن بصراحة النهاردة المنتخب المصري لا يستحق حتى التعادل. يمكن دعوة حد كده استجيبت من الناس اللي كان بتتفرج على المطش. ودي رسالة بقى للمنتخبات اللي كان منتخب الجزائر بكرة ان شاء الله امام انجولان كان امام منتخب التونسي امام برضو المنتخب المغربي. ما فيش دلوقتي فريق كبير وفريق صغير. النهاردة نيجيريا بتتعادل. النهاردة منتخب مصر هو بشق الانفس وباداء سيء وبنيلة بنيلة بنيلة. يعني انت الشرط الاول انت جالك فرص تخلص المرشد اربعة خمسة وانت نايم وحط رجل على رجل. ولكن الظهر كده ان هما يعني دايما احنا عندنا كمنتخب مصري. وبصراحة يعني الحاجة الايجابية في التعادل بتاع النهاردة ان احنا لما بنبدأ سيئين في البطولة بعد كده بنكمل كويس. يعني شوفنا ارجنتين لما اتغلبت قدام المنتخب السعودي بعد كده اخدوا البطولة. ربما يكون دا يعني بداية. ربما تكون بداية يعني ان دا دوش سخن النهاردة لو كنا فوزنا اربعة ولا خمسة كان ممكن تتقلي بالترابيزة علينا في المباراة القادمة. خاصة انت عندك مباراة القادمة غانة وما ادراك بغانة. هتقول لي غانة ضعيفة قوية. لا ما احنا شوفناه. لا في ضعيف ولا في قوي. النهاردة كل المنتخبات ما قامنا بحظوصها كل منتخب داخل عايز يأي فوز بالتلاتة بونت. كل منتخب عايز البطولة كده اتمنى ان احنا ما نشوفش فضايح بالنسبة لمنتخب المصري. منتخب المصر النهاردة يعني نجوا من منتخب من فخ منتخب موزنبيك بعجوبة بدرب الجزاء. والفار انقذوا فيها لان الحكم ما حسباش من الاول. ولولا الحمد لله ان فيه فار اصلا كل زمانة دولة بنتكلم في هزيمة. اتمنى اهي بتعمل هزيمة لبالنسبة لانتجا دي هزيمة. منتخب ما احترامنا المنتخب موزنبيك يعني لا يقلم بالمنتخب المصر وامكانات المنتخب المصر. ولكن دايما قلنا قبل كده في كل التحليلات اللي هنا قبل كده في المواطشات الميدان هو اللي بيحكم الفرق ومين اللي بيحكم النتائج. لكن هتقول لسل فلان بيلعب هنا وفلان بيلعب هنا كل الكلام ده ركنه على جنب دلوقتي لان الكلام ده. طبعا اه شيء سيء وهنشوف بعد كده بقى مباراة اه غانا والرأس الاخضر ربنا نسطر. ولكن اه اعتقد ان ده انظار شديد اللي اعجل كل المنتخبات الكبيرة خلي بالكم مفيش فرق صغيرة في هذه البطولة. اتمنى اه يعني نشوف اداء افضل المنتخب المصري في ما هو قادم وينسوا المباراة دي وتكون يعني اه عبرة ودرس قوي ودرس قوي ان المنتخب المصري في ما هو قادم. العب بقى بتشيرت المنتخب انسى تشيرت يندل انت بتلعب بيه انسى الاسم انسى اي حاجة. العب بتشيرت المنتخب انت جا تلعب علشانه. شكرا لكم وشكرا لكم في